دعني أبدأ من ربما آخر التطورات قبل الحديث حول تصريحات بايدن وريد أن أشير إلى تصريح أيضا لسفير فلسطين في لندن الذي قال سنشكل حكومة تكنقراط لا تضم أي فصيل سياسي أنا أدخل معك في قراءة أوسع أساسا لاستقالة الحكومة الفلسطينية في هذا التوقيت والتي أشار الدكتور محمد اشتية في استقالته لأن هذا تمهيد لحكومة تكنقراط وبالأمس أيضا وافق الرئيس الفلسطيني على هذه الاستقالة بداية أصعد الله مساك أخي أحياء والسادة المشاهدين أهلا بي كما تعلم أن واقع الحرب على قطاع غزة هو غير المنطقة بشكل كامل ولها تأثيراتها على الضفة الغربية والحكومة الفلسطينية التي تحكم بالضفة الغربية التي يقودها الدكتور محمد اشتية ومن الطبيعي أن يتم استقالة هذه الحكومة في ظل ضعف السلطة الفلسطينية والأداء التي قامت به خلال معركة طفان الأقصى والقيام بواجباتها الحقيقية تجاه قطاع غزة فما قامت به خطوة متأخرة جدا فالأصل كانت منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة تمت هذه الحكومة استقالتها وأعلن جميع الفلسطيني يده في إطار واحد لمواجهة هذا العدوان الغاشم على فلسطين لأن العدوان ليس فقط على غزة هناك عدوان مستمر منذ بداية العدوان على قطاع غزة أيضا في الضفة الغربية والقدس واليوم هناك عدد من الشهداء وكذلك هناك عدد من الشهداء وأسرى بعداد متزايدة في الضفة الغربية وهناك اختحامات مستمرة للاحتلال الإسرائيلي للمدن والضفة الغربية هناك تهويد مستمر في مدينة القدس وكذلك اختحامات مستمرة للمسجد الأقصى أمام كل هذه الانتهاكات الصهيونية والجرائم الصهيونية التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 67 أيضا تقديم الاستقالة هو شيء طبيعي وأمر بديه أن تقوم الحكومة بتقديم استقالتها ولكن السؤال الأهم الأبعاد السياسية ربما البعض يتحدث هو يأتي في سياق الترتيبات القادمة لليوم التالي للحرب على قطاع غزة وأن الإدارة الأمريكية تريد أن يكون هناك إصلاحا في السلطة الفلسطينية حيث طالبت الإدارة الأمريكية والغرب الأوروبي بأن يكون هناك تغيير للهيكل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها حيث أصابها الخلل الكبير الذي جعل من الإدارة الأمريكية وغيرهم يفكرون في إعادة هيكلة وبناء السلطة من جديد لكن أعتقد أن هذا الأمر يأتي في إطار سياسة جديدة تتباح الولايات المتحدة الأمريكية في البحث على أن تكون السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية القادمة هي التي تتولى زمام الأمور في اليوم التالي للحرب على قطاع غزة لا سيما في إطار ما يتم تسريباتهم من أطر لاتفاق بين المقاومة الفلسطينية وما بين الاحتلال الإسرائيلي هذه الاستقالة أعتقد لن تكون الحكومة القادمة تقدم شيئا جديدا إذا لم يكن هناك توافقا فلسطينيا حقيقيا حيث المطلوب اليوم هو أن تتكاثف كافة الفصائل الفلسطينية وأن تتوحد في خندق واحد لمواجهة هذا العدوان الصيوني ما يعنيني أن تكون التغنقراط وغيره وهناك ما زال هناك خلافات فلسطينية فلسطينية وما زال هناك إشكاليات ونختلف في برامجنا السياسية وغيرها فاليوم ما حدثه طفان الأقصى هناك أن القضية الفلسطينية تم إعادتها إلى اهتمام الدولي ولذلك هناك حق فلسطيني هناك تقرير مصير للفلسطينيين هناك أيضا حصار على اقتع غزة هناك إعمار لقطع غزة هناك اختحامات للمسجد الأقصى هل حكومة التغنقراط ستقوم بهذه المهام هم يريدون حكومة فقط لتنفيذ ما يريده الإدارة الأمريكية والغرب الأوروبي فقط أن تكون إدارة شؤون مدنية ليس إلا لكن الحكومة الفلسطينية لا بد أن تكون حاضرة ببرنامجها السياسي البرنامج السياسي الذي يعتمد على حق تقرير المصير للفلسطينيين وكذلك وقف العدوان على قطاع غزة ووقف الاقتحامات الصهيونية على المسجد الأقصى لا سيما أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك وكثير من الاقتحامات تحدث يقوم بها القوات المستوطنين في هذا الوقت قدرت بالمطالب الأمريكية حول مسألة الإصلاح السياسي في السلطة الفلسطينية لكن مسألة تغيير الحكومة هل يدخل في إطار الإصلاح؟ وهل وحده يكون كافيا أيضا من أجل تلبية هذه المطالب الأمريكية وحتى الكثير من المطالب؟ أم أن الأمر في مسألة تطوير السلطة الفلسطينية وإصلاحها قد يطل حتى بالضرورة رأس السلطة الفلسطينية؟ ما تريد الإدارة الأمريكية والأوروبيين هو إعادة هيكلة السلطة بما يريدونهم وفق المطالب الأمريكية ووفق المطالب الأوروبية حيث يكتهمون السلطة بفساد وهناك شخصيات غير مرغوبة وكذلك يريدون أن يهيئوا شخصيات سياسية قيادية للمرحلة القادمة لتقود الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية والبعض يقول أن هذا تهيئ لإبعاد الرئيس محمود عباس عن سدة الحكم في إطار الترتبات الدولية تبدأ بحكومة تقنقراط يتولى رئيس الوزراء الجديد كافة المهام كما حدث أيام ياسر عرفات حينما نقلت صلاحياته بالكامل من عام 2005 إلى محمود عباس وحينما كان أول رئيس وزراء وقبل ذلك يعني عندما كان رئيس وزراء نقلت كافة صلاحيات الرئيس وجرد الرئيس من صلاحيات هذا من ضمن السنة أول حكومة يرأس محمود عباس رئيسا وكان أول رئيس وزراء في ذلك الوقت أيضا ما يريده الاحتلال الغرب الأمريكي والاحتلال الصهيوني هم يريدون حكومة بلا منهج سياسي وبلا أن يكون لهم برنامج سياسي فقط حكومة تنفذ شؤون مدنية وما للخروج عن الإشكاليات التي تحدث في الخلاف الفلسطيني الفلسطيني وكذلك الابتعاد عن المطالب الفلسطينية وخاصة لسيما الكل الأوم متحدث عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وأن يكون هذا الدولة التي بدأت تظهر حل الدولتين وغيره هل من الممكن أن يكون هناك حكومة تقنقراط تقوم بدون برنامج سياسي والبرنامج السياسي يتطلب أن يكون هناك أيضا الفصائل الفلسطينية مشاركة به لأن هناك فصائل فلسطينية لها وزنها في داخل الشارع الفلسطيني تتحدث عن حماس، تتحدث عن فتح، تتحدث عن الجبهة الشعبية، الجبهة الدمقراطية، عن الجهاد الإسلامي فهذا كله أعتقد أن حكومة التقنقراط لن تكون مجدية للشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني